السلام عليكم الله يزدق أوقاتكم وأهلا وسهلا بفيديو جديد من فيديوهات نوفرتك فيديو اليوم رح يكون مختلف شوي عن الفيديوهات اللي بسويها بالعادة اليوم ما رح نحكي عن كيفية عمل شغلة معينة ما رح أعمل مراجعة لتوزيعها وإنما حابب أحكي عن موضوع بغاية الأهمية ألا وهو أنه أنا كيف ممكن طور قدراتي وحل المشاكل اللي بتواجهني بنظام لينوكس سواء كنت مستخدم مبتدئ أو متقدم هذا الكلام بينطبئ على لينوكس بينطبئ على ويندوز بينطبئ على أندرويد بينطبئ على أي شغلة بالحياة نحن عايشين بزمن اللي هو زمن الإنترنت يعني أي شي بيخطر على بالي ممكن لأي لأي له حل إذا عملت عملية بحث بسيطة بالنسبة لينوكس الموضوع أنا صراحة بشوفه يعني بالنسبة لواحد استخدم ويندوز لمدة طويلة لحد الآن لحد الناس ما تفهمني غلط أنا باعتبار أنه في عندي شغل أساسي في عندي شغلة اللي اللي بعيش منه فبالشغل أنا مضطر أني استخدم ويندوز لسببين أساسيات السبب الأول أنه الكميوتر اللي الشركة عطتنيها تقريبا صر له عندي سبع أو ثمان سنين ومن يوم اللي جبته من يوم اللي عطوني عليه ويندوز ويعني ما حدثوا لي نظام أو ما حطوا لي عليه لينوكس وقتها وقتها اللي بلشت شغل بالشركة اللي أنا فيها بالأساس لسا ما كنت باستخدم ويندوز أو لينوكس والسبب الثاني أنه بحكم طبيعة شغلي أنا مهندس أغلب الناس سألتني أنه شو شغلي أنا مهندس مهندس ميكانيك التخصص سامحوني إذا ما قدرت أحكي شو هو التخصص تبعي لأنه حساس شوي المهم أنه في عندي في عندي برنامج كود منستخدمه لعمل حسابات دقيقة وموضوع مهم جدا فهذا البرنامج الشركة اللي باعتنا في عندها إصدار لينوكس بس هي ما باعتنا غير إصدار الويندوز فلهذا السبب فنحن مضطرين أنه نستخدم ويندوز بالنسبة لشغلي أما بحياتي برا الشغل وبالنسبة للقناة وأي شيء تاني فأنا من أربع سنين خمس سنين ويندوز ما لموجود بحياتي أبدا إلا بابقل أني ما باستخدمه هلا أنا كمان منشان هاي القناة أكيد في ناس كتير لسا ويندوز وأريد أن ترى مقارنات وشغلات فإنشان بين الفترة والثانية بعمل نظرة على ويندوز ومشاهد المهم مثل ما قلت أنا وقت اللي بيصير بتواجهني مشكلة فالإنترنت هو حل الأول أكيد أنا وقت اللي بيوصلني سؤال لمشكلة أكيد رح حاول أني جاوب على السؤال وإذا كانت المشكلة هي عامة خاصة لكل اللينوكس فأكيد رح لاقي رح أعطيك الجواب وما رح أبخل عليكم بأي معلومة بس إذا كان في بعض المشاكل اللي خاصة بتوزيع معينة فهي المشاكل بتاخد وقت كثير مني لحتى أني أقدر رد على سؤالك يعني أنا إذا ما كنت باستخدم التوزيع اللي أنت واجهتك المشكلة فيها فهذا الموضوع رح يطلب مني أني نزل التوزيع وأرجع تشرح لي أنت شو المشكلة اللي صارت معك لحتى أقدر أعيد الخطوات اللي أنت عملتها لأوصل للمشكلة وبعدها ندور على الحل فبتل ما قلت إذا كانت المشكلة عامة يعني من اللي خاصة هي باللينوكس وبالترمينال بالأعمة الأغلب رح أعطيك جواب بس المشاكل الخاصة بالتوزيعات هاي إذا ما قدرت جاوبك عليها أو إذا أنت ما شرحت لي شو هي المشكلة بالتفصيل أكيد رح يأخذ مني وقت كتير لحتى أقدر جاوب عليها مني شي للي بدي أحكي اليوم أنه أنا حتى كمستخدم صار لفترة طويلة باستخدم اللي نوكس أحيانا بتواجهني مشاكل ففي عندي دائما شغلتين أساسيات أو مصدرين أساسيين للبحث عن المعلومة وإيجاد حل المشكلة اللي بلاقيها ألا وهنن الويكيز والمنتديات وطبعا في عندي الستاك أوورفلو بس خلينا نحكي أنه بالويكي سواء أنت كنت على أوبونتو على ديبيان على أرج على جينتو هذول الأربعة في عندهم أربعة وخمسة هذول التوزيعات في عندهم ويكي يعتبر من أفضل مصادر المعلومات ودائما للأسف على منتديات أرج وقت اللي أنت كمستخدم جديد أو لنقول أي أن يكون مستخدم جديد أو متقدم بس تروح للمنتدى و تضع مشكلة حلها بيكون بسيط فأنت رح تلاقي اللي رح يجاوبوك إذا جاوبوك رح يكون الجواب يعني غير لبق و عدواني نوعا ما بيقولوله RTFM اللي هي Read the F Word Manual لذلك أنت أول شيء لازم تروح للويكي إذا ما لقيت حل مشكلتك بالويكي بعدين ممكن أنك تفتح موضوع جديد بالمنتدى بالنسبة لوبونتو الوضع أحسن بكثير لأن الكميونيتي أو المجتمع مجتمع أوبونتو أكبر بكثير من مجتمع بس منتدى منتديات أنا بلاقيها أفضل لأنه تقنية وتكنيكل أكثر من أوبونتو خليني أحكي عن مشكلتين واجهوني إلي شخصيا واضطريت أني أني روح للمنتديات لأنه ما لقيت حل هذه المشاكل لا بالويكي لا بالأرش لا بالأوبونتو لا بالستاك أوفر فلو ولا بأي مكان ثاني جوجل ما أعطاني أي حل مثلا أنا مثل ما حكيت لكم أنه أنا بستخدم أرش من فترة صار عندي مشكلة كنت منزل النظام جديد وأرش باعتبارها أنه توزيعة دورية فيها تحديثات دائمة فصار في عملوا تغييرات لللاي آوت للكيبورد أنتو بتعرفوا أنه أنا بستخدم كيبورد إسباني صار في عندي مشكلة أنه زر الإشارة الأكبر والأصغر على اللي آوت الإسبانية ما عادوا يشتغلوا وقت اللي بحاول أني أضع إشارة أكبر أو أصغر بيطلع عندي رمز داني ضليت يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين أنا حاول أني لقي حل لهذه المشكلة وما لقيت حل في حلول على الويكي اشتغلت معي إلى درجة ما ما فادتني بشكل كبير فبعد أسبوعين قلت خلص أنه لازم أني أفتح موضوع على المنتدى على المنتديات وشوف لعل وعسى أنه غير أن الناس واجهوا نفس المشكلة الله يعني مباشرة ما بقل لك أن الجواب يجاني بعد بداية أو خمس دقائق من فتح الموضوع لا يمكن تاني يوم لحتى واحد دوري رد عليه وقال لي فعلا أنه بالنسبة ل كيرنل للنواة نفسها أو ل لأدوات النظام عملوا تغيير هذا الموضوع ليس جماعة أرش اللي عملوه اللي عملوه هن المطورين ل الكيبوردس على الليلونكس عملوا تغيير أنه زرار الأكبر والأصغر بالنسبة ل الكيبوردات اللاتينية وليس فقط الإسبانية حتى هذا الكلام ينطبق على الكيبورد الألماني والكيبورد التركي عملوا تغيير لإشارة الأكبر والأصغر وعملوا لها ربطوها بإشارة تانية ف برجع سألني أنه مثلا يعني فتحنا موضوع هلأ أنا رحط لقطة الشاشة عن الموضوع اللي أنا فتحته مشوف يعني أنه أعطاني وين الملفات وين موجودة على القيت الخاص فيها على الريبو الخاص فيها وقال لي أنه فعلا يعني عملوا عليها تغييرات فأنا رحت يعني صراحة استفدت منه كتير لحتى قدرت حل المشكلة ما قدرت أني برنامج يرجع لي للنمط الأديم اللي أنا متعود عليه فأضطريت أني أعكس التغييرات اللي عملوها على الملفات الخاصة بالكيبورد اللي عندي هاي واحدة من المشاكل المشكلة الثانية مثلا اللي واجهتني واللي ما لقيت الحل تبعها لا على الويكي ولا على المنتديات هاي المشكلة لقيت لها حل بمكان ثاني كمان كان موجود ضمن ضمن الارج بتعرفوا أنه بالارج أنا في عندي نوعين من مستودعات البرامج في عندي المستودعات الريبوست الرسمية اللي الفريق المطور الارج هن اللي بيعملوا صيانة للبرامج وبيحطسوها وفي عندي المستودعات اللي المستخدمين هن اللي بيحطوها اللي هي الاي يو ار بالاي يو ار وقت اللي انت بتدور على برنامج معين فدائما في عندي قسم للتعليقات والديسكاشن فانا كانت عندي المشكلة كانت انه انا المونيتر او الشاشة اللي عندي بحب اني اتحكم بسطوها عن طريق الكيبورد ما بحب اني مثلا ايجي للزرار اللي موجودة على الشاشة وغير السطوع لانه هاد على ديسكتوب على اللابتوب الموضوع سهل جدا ما في اي مشاكل الفكرة انه هون لازم انك تنزل بعض الموديولز للكيرنل وحتى تخلي انه تتحكم بسطوع الشاشة عن طريق السوفتوير بعد ما نزل الاصدار الجديد من النواة اللي هي خمسة خمسطعش الموديولز او الدرايفرز اللي كنت عمالي استخدمها لسه ما تحدثت للنسخة خمسة خمسطعش من النواة كانت لسه هالحد الان هاد الكلام من اسبوعين هلا انحلت المشكلة وصارت تدعم النسخة الجديدة الخمسة خمسطعش فجيت للاي يو ار رحت لقسم السيكشنز لقسم الكومنتز ولقيت انه فعلا الناس مواجهين نفس هاي المشكلة فرحت دورت على وين موجودة الدرايفرات رحت للريبو الخاص فيها وشفت انه فعلا فاتحين ايشو بهي المشكلة انه يضيفوا دعم للخمسة خمسطعش وحاطين الكوميتز اللي ممكن انك تحل المشكلة فيها فرحت انا عملت عملية نسخ للريبو بالكامل هاي المواضيع اذا انتم ما فهمتوها لا تاكل هم لانه اكيد بالايام رح احكي شو هو القيت رح احكي شو هو البول شو هو الكلون فرحت انا سحبت الريبو بالكامل رحت للملفات اللي عملوا عليها التعديلات غيرت اللسطور الموجودة لان الكوميت موجودة بالجيت غيرتها اعملت بناء للكيرنل للدرايفر الكيرنل بتاخد وقت كبير وما كان في داعي اعملت عملية بناء للدرايفر وثبتتها والبناء ما اخد اكتر من اربعة او خمس دقايق وخلال دقتين ثلاثة رجع الكيبورد يشتغل ويتحكم بسطوع الشاشة فالمهم مثل ما قلت اللي بديها تحطه ببالك انه انت سواء كنت على ويندوز على لينوكس او اي نظام تشغيل كان وبتواجهك مشكلة فلا تخاف اذا انا ما قدر تجاوبك دائما روح للويكي اذا كان التوزيع اللي انت بتشتغل عليها في الها ويكي حتى لو ما الها الارتش ويكي لا يعلى عليه دائما رح تلاقي شرح مفصل لكل المشاكل اللي بتواجهك كيف بتطور خبراتك بالنسبة للأوبونتو نفس الشيء الويكي ممتاز مع اني ما بيستخدمه كتير ويكي ديبيان ممتاز كمان المنتديات هي المكان الثاني اللي بتدور عليه وانا بإذن الله بإذن الله اي سؤال بيوصلني رح حاول اني جاوب عليه بس بتكن تعذروني اذا كان سؤال خاص بتوزيعه وانا ما عندي اياها فممكن اما اني ما رد عليك رجاء ان تعذروني او انه يتأخر الرد هات كل شي حبيت انه احكي بفيديو اليوم هو فيديو قصير فبتمنى انكن تستفيدوا ودائما تحاولوا تطوروا خبراتكم وبتمنى بيوم الايام انه نقدر نعمل منتدى نعمل صفحاء نعمل موقع النا يكون باللغة العربية ونغني الانترنت بمستخدمين لينوكس عرب ونتبادل الخبرات لا تنسوا الاشتراك بالقناة لغير المشتركين المشتركين اهلا وسهلا فيكم على طول بفضلكم اكيد القناة رح تكبر وننصل للهدف الاسماء اللي بدي يا انا من القناة وهو انه يكون في عنا مجتمع لينوكس عربي لا تنسوا ضغط زر الاعجاب اذا اعجبكم الفيديو بلتقي فيكم بالفيديو الجاي بامان الله